في نبقى مع الآيات القرآنية بداية محمود القساسي يقول ما دلالة وصف الله سبحانه وتعالى لحديث النسوة في امرأة العزيز بالمكر فلما سمعت بمكرهن بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم افتح لنا أبواب رحمتك وانشر علينا أثواب حكمتك اللهم علمنا ما لم نعلم وفهمنا ما لم نفهم و أهدنا إلى الطريق الأقوى إنك أنت العز الأكرم و أنت الرب و أنت الحكم أما بعد فإن استعمال لفظة مكرهن في وصف ما كانت النسوة في المدينة يقولنه من شأن امرأة العزيز في مراودتها ليوسف عليه السلام دلالة هذه اللفظة تكشف و أنهن ما كنا يردنا الإصلاح نعم فلم يكن ذلك القول الذي جرى بينهن ناشئا عن نهي عن منكر أو أمر بمعروف أو عن تعلق بفضيلة نعم و إنما أردنا أن يصل هذا القول لامرأة العزيز حتى يرين هن هذا الفتاة الذي تعلقت به امرأة العزيز و شغفها حبا نعم فهن أيضا أردنا أن يرين يوسف فدبرن في خفاء ما كان بينهن من أقاويل في هذا الشأن حتى يصل ذلك إلى امرأة العزيز نعم فتمكنهن من رؤية يوسف و من رؤية الحال الذي كانت عليه فلم يكن قولهن ذلك ناشئا عن رأي و إنما كان عن تدبير في خفاء و هذا هو أصل المكر فالمكر الأصل فيه أنه تدبير في خفاء فدبرن هذا الأمر لأجل أن يبلغ إلى امرأة العزيز ثم يتاح لهن أن يرينا يوسف و أن يعني ينكشف لهن ما كانت عليه امرأة العزيز عيانا نعم هذا الذي يأخذ من هذه الكلمة و لذلك فإن استعمالها استعمال في غاية البلاغة و الإعجاز لأنه يكشف من جانب عموم أحوال نسوة تلك الطبقة التي تختلط بامرأة العزيز الطبقة المتقدمة الراقية في ذلك المجتمع يكشف عن نوع الأحاديث التي تكون بينهن همسا و مكرى نعم و يكشف عن اهتماماتهن و تتبعهن لهذه الأخبار لأن القضية الأصل أنها قد طوي صفحتها داخل بيت العزيز نعم لكنهن استعملن ما يدل على أن الفعل يتكرر و قال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود بصيغة الفعل المضارع نعم فتراود و كأن المراودة مستمرة نعم فتاه عن نفسه و كأن هذا شيء مستغرب أن لا ذات الفعل و لكن أن تكون المراودة تراودة لغلام فتاة في طبق اجتماعي أقل في في كنفها و في بيتها و تحت ملكها و تصرفها فإذا ليس لم يكن الإنكار لذات الفعل نعم هذا أيضا يأخذ من التعبير بما كنا عليه فلما سمعت لما قال القرآن فلما القرآن الكريم فلما سمعت بمكرهن أرسلت و كأنها تبين لها ما كان يحاكم من ورائها و ما يراد لهن فحققت لهن رغبتهن فكان بعد ذلك ما كان و الله تعالى أعلم و استطعت أن توظف المشهد لصالحها نعم أن كسبت نعم فكان بعد ذلك ما كان هذا الذي أشير إليه نعم طيب